دعت جمعيات حقوقية بالمغرب إلى التدخل العاجل لضمان سلامة نقيب المحامين وزير حقوق الإنسان السابق المعتقل محمد زيان الذي يشن إضرابا عن الطعام داخل سجن مدينة سلا ونبهت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في بيان موجه للرأي العام إلى خطورة الوضع في حال استمرار نقيب في إضرابه عن الطعام مشددة على أن ذلك يهدد سالمته البدنية والصحية ويمس بحقه المقدس في الحياة من جهته حمل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان له الدولة المغربية والمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارتها المحلية في سجن العرجات بصفة خاصة المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينتج عن الإضراب من عواقب وخيمة اشتركوا في القناة